أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج لقاء الرأي قانون المحكمة الأسرية هذا القانون ما له وما عليه الكثير من الانتقادات الكثير من التدمر أيضا الكثير من الإلجابيات التي تحدث عنها بعض المختصون حول هذا القانون أين وصل هذا القانون وما مدى تطبيق على أرض الواقع هل نجح بتخفيف مثلا نسب الطلاق المنتشرة في الكويت هل له ركيزة أسرية أساسية ساهمت بركائز أسرية ومجتمعية تساهم في حفاظ الأمن الأسري من خلال هذه المحاكم هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيفينا هنا في الأستوديو في هذه الحلقة مع المحامية الأستاذة أبرار الهزا حياك الله معنا وأيضا معنا المحامي أحمد عبدالله المطوح حياك الله معنا يعني بداية لو بدأنا بتعريف مسمى قانون محكمة الأسرة ماذا يعني قانون محكمة الأسرة؟ طبعا هو القانون رقم 12 على 2015 هو تصدر على أساس إنشاء محاكم أسرة مستقلة لكل محكمة اختصاصات تخص الأسرة طبعا في إصدار الأحكام والإجراءات وإدارات التنفيذ كلها تكون هذه الأقسام من فصلة عن بقية المحاكم التي تختص في باقي الدوائر المدني والتجاري والعمالي المحكمة الأساسية طبعا هي مهنتها أنها تصدر أحكام خاصة بس في الأسرة من أحوال شخصية من طلاق ونفقة وحضانة وما إلا ذلك من قانون الأحوال الشخصية سابقا طبعا الحين صار مسمى قانون الأسرة هذا هو طيب المادة الثامنة وهذا سؤال موجه لك أستاذ أحمد المادة الثامنة من القانون نصت على إنشاء مراكز لتسوية المنازعات قبل الذهاب إلى هذه المحكمة هل فعلا هذه المراكز الموجودة الآن هي فعالة تقوم بدورها قبل الذهاب إلى المحكمة؟ نعم بسم الله الرحيم شاكرين لكم لقاناة رائعا لهذه الاستضافة طبعا المادة الثامنة تحدثت عن إنشاء مركز لتسوية المنازعات فكرة هذا المركز وفكرة المشرع وفلسفة في صياغة هذه المادة بالحد من حالة الطلاق بمعنى اليوم أي شخص سيلجأ للتطليق زوجته أو أي امرأة ستلجأ إلى طلب التطليق بضرر في السابق كانت مجرد أنها توكلها محامية أو تروح بالحكمة مباشرة وترفع الدعوة وتكمل إجراءات التقاضية الآن لا القانون استوجب قبل الشروع في بدء العملية في رفع الدعوة للطلاق أو أي دعوة تتعلق بالتفريق والضرر أو للتفريق من الزوجين اشترط المشرع بأخذ موعد وأخذ استشارة ومناقشة مع الاستشارة المختص في دارة المنازعات الأسرية فكرة كانت في البداية أن الحد من حالة الطلاق يقعد الزوج مع الزوجة مع هذا الموثقة وهذا المختص الاجتماعي النفسي ويتباحث فيه مشكلة زوجية لعلها أن تكون فيها حل ربما يكون هناك حسات البين يزهر الله خير ولكن نأتي على الأرض الخصبة لهذا القانون في من ناحية تنفيذية نأتي على الآلية التنفيذية كل مختصين غير مؤهلين مع تقديرنا واحترامنا في المراكز لشخصهم في المراكز نحن نقعد معهم نحن نقعد مع واحدة المختصات تقول نحن كم مرة ومرة تقدمنا في طلبات لعقد ندوات لعقد كيفية تعامل الزوج هي صحيح متخرجة مثلا من كلية في كلية الأداب في مسألة علم الاجتماع من النفس ولكن غير مختصة في مساء الدقيقة التي تتعلق ما بين مشاكل الزواج والطلاق فبالتالي يحتاجون لعقد دورات يحتاجون لمبنى أساسا ما هو مؤهل نحن نحضر الآن منتعار في القانون قال لك إن شاء في كل محافظة المحكمة لدينا خمس محافظات يعني خمس محاكم الكويت كله كان فيه خمس محاكم فبالتالي قاموا أجروا خمس بواني المواني أساسا غير مؤهل سنتكلم عن المباني بشكل مفصل الحين الأستاذ قال لنا أن المختصين في هذا المراكز غير مؤهلين برايتش مؤهلين فعلا قادرين على التعامل مع مثل هذه المراكز أنا أتبق مع أستاذ أحمد لو أنهم كانوا فعلا مؤهلين نحن ما نطعن في أهل يعني في مثلا خنقول تخصصهم تخصصهم لكن إحنا كل اللي نعول عليه إنه إحنا نحتاج إنهم مثل ما قال أستاذ أحمد إنه يخضعون لدورات تساعدهم وتأهلهم إلى شغل وظيفة مثل هذه ولو إنه فعلا كان دورهم فعال في الحد من نسبة الطلاق كان ما شفنا النسبة يعني مثل ما هي أو ممكن قاعد تزيد كان على أقل النسبة قلت لكن الدور غير فعال لأنه غير مؤهلين لهذه الوظيفة أو لإصلاح ذات البين أو إنه يكتبون تقارير أو إنه يتوصلون لصلح على الأقل ما يتوصل أنتم متفقين على أنهم غير مؤهلين طيب من يتحمل مسؤولية تأهيل وتدريب مثل هذه الكوادر في هذا الجهاز وهذا المركز الحساس الأسري اللي يعتبر نواة المجتمع نعم وزارة العدل يعني الآن هي تسعى جاهدتها بمعالي الوزير العدل الحالي وهو دكتور فالح العزب ولكن هو يحمل تركة ثقيلة لما يعني هو هو أتى على مخلفات وعرقلة وسوق مؤطل في الكويت فبالتالي هو الآن يسعى جاهدا لتحسين هذه الأرض للمتقاضين وللموظفين الموظفين يعانون هم بنفسه مش تكون أغلب الموظفين يعانون من عدم توفير آلية خاصة لتعاملهم مع الأزواج إحيانا بعض الأزواج يغل أدبة ما عندهم الآلية في هذه التصرفات ما عندهم الآلية في كيفية استقطاب هذه الزوجة وتهديئة أنا أسمع أنه ما فيه أصلا حماية حتى من الداخلية في هذه المراكز اللي دائما يكون فيها خلاف أساسا ما بين الزوج والزوجة ودائما ما فيها أصلا عامل الأمن يكون موجود لكن أنا بس ألسؤال أستاذة يعني هذه الإجراء أو الذهاب إذا هذا المركز هو يسبق الذهاب إلى المحكمة ووجوب هذا القانون أيضا الآن بعدم توفر هذه الإمكانيات وهذه الكوادر هناك من يقول أن أصلا المركز الآن يعطل التقاضي أو دورة التقاضي في المحكمة لأنه يأخر القضية عندها لفترة ومن ثم يقولون الناس لو مخليننا على القانون السابق كان قضيانا راحت على طول المحكمة وخلصنا فعلا يعني هذا القانون تشرع على أساس أنه يسهل عملية التقاضي للخصوم الأسرة لكن اللي إحنا استنتجناه من تطبيق هذا القانون من الناحية الفنية الإدارية الخدمات هذه كلها نواحي تراجعت عن قبل لما كان عندنا قانون الأحوال الشخصية بالعكس صار فيه الحين تأخير صار فيه تعقيد صار فيه عطلة في إجراءات التقاضي من جميع النواحي الفنية يعني أنت شايف مركز تسوية المناعدات ما قاعد يوصلون لحل بالعكس نسبة الطلاق مثل ما هي أو يمكن قاعد تزيد لا هذا واقع لا عشان ما نظلمهم فعلا إذا ساهم هذا المركز في تقليل نسب الطلاق خنكون منصفين نقول أنه لا جانب إيجابي علىنا أنا الأمان قبل ما يهني الحلقة تأكد من أكثر من المختصة فمنهم من قال لي فعلا نحن قاعد نساهم منهم من قال لي نحن ما قاعد نساهم لأن الناس أساسا يا عيم مخلصة يتطلق ما عندهم يعني أنا اللي أعطيك أحد الحالات يعني اليوم لما الشخصي يعني يتعدى بزوجته بالضرب والسب ويكسرها بمستشفى هذا ليش تخليني أنا وجوبي أن ألجأ لإدارة المنازعات الأسرية والبحث المستقف الحل في حالات وصلت إلى يعني فيها جرائم كبيرة وآخر شيء اكتشفني أن الزوج أو الزوجة مالها لعيالها وبيتها ورجعت مهما كان حجم الخلافة بس مرة معنفة خيني لواحد يقول يتحدي على بنته شونا نخليه تزوجها؟ شونا نخليه كامل حياة تلسرية؟ ممكن هذه حالة شاءة ذاية عندنا وقعات على الفكرة بلكوت وحكام جزائية صادرة محكامة الجناعة لكن في مسألة المدة المادة العاشرة من القانون حددت هذه المدة بأن لا تتجاوز أسبوعين في حالة أو خمسة عشر يوم في حالة عدم اتفاق الأطراف الزوج أو الزوجة أو وكراهم في مسألة اتفاق الصلح العدمة لكن إذا كان فيه استجابة للصلح يتأين لهم طلب هذا مد الأجل من الباحث المختص أو الباحث المختص الشارعي أساسا أو اجتماعي بمد هذه الفترة لمدة أقصى ستين يوم لبحث مسألة الصلح وإذا تم الصلح يثبت في محضر مركز تلسوية الإدارة المنازعات الأسرية وترفع إلى المحكمة رئيس المحكمة المختصة لإثبات الصلح أو إذا لم يتم الصرح خلق مستعش يوم تحال أساسا برمته إلى المحكمة المختصة للبحث في مسألة رفع الدعو من عدمها طيب سادة يعني حين لو سألت سؤال مباشر هذا المركز ساهم أو سحل إجراءات التقاضي أم عقدها وليش؟ لا عقدها لأن الناس المتقاضين في هذه المراكز يتوصلون لحل فالقضية تأخذ قبل قضية الطلاق بأول درجة وبالإستناف وبالتميز طبعا حين اللغة تميز ممكن هذه راح نتكلم فيها هذه النقطة لأنه ضروري نحن نوضح هذه النقطة شكدر عرقلات القانون قبل قضية الطلاق كانت تأخذ في جميع درجات التقاضي بأول درجة والإستناف والتميز كانت تأخذ لهم من سنتين إلى ثلاث سنين على ما تحدد لها طبعا تخلص بأول درجة والإستناف بالتميز بالطول على ما تحدد جلسة لكن الحين ضيف عليها الفترة فترة جلسة تسوية المنازعات اللي صارت عند المركز نضيف عليها شيء تعطلت القضية وايد يمكن راح يكون فيه ضرر على المرأة أو ضرر على الرجل نحن ما نقوله ضرر بس يقع على المرأة على الرجل كذلك فالأضرار شيء قاعد تزيد قاعد تتراكم قاعد تتفاقم فنحن ما شفنا أن هذا المركز ممكن في يوم من الأيام راح يكون لنقطة إيجابية في حل المنازعات بالأكس تعطيل الإجراءات أيضا أن هناك حديث أن هذا القانون أيضا يتعارض مع قوانين أخرى منهم قانون الطفل نحن بنسألك هذا السؤال لكن بعد فاصل قصير ونرجع مشاهدينا فاصل ونعود حياكم الله من جديد يعني سألتك البعض يردد أن هذا القانون أساسا يتعارض مع بعض القوانين منهم قانون الطفل رقم 21 على 2015 هل هذا صحيح؟ نعم صحيح في بعضناك كاثناشر مقال قبل سنة في جنة الجريدة زميلتكم كتبت فيها في مسألة التعارض الآن أساس تون واضحة مسألة التعارض أوجه وجه من الأوجه الآن القانون قانون محكمة الأسرة رقم 12 سنة 2015 وقانون حقوق الطفل رقم 21 سنة 2015 المنطقي أن قانون الطفل هو بعد قانون محكمة وسوى لكن القانون محكمة أسرة دخل حيز النفاذ وسرى قبل قانون الطفل أفوا بعد قانون الطفل ما حصل اللي حصل أنه الآن قانون محكمة الأسرة بنصر المادة داعش أقرت بأن يختص قاضي اسمه قاضي الأمور الوقتية شنو وظيفته في هذا القانون أن يستصدر شيء اسمه أمر على ريضة الأمر على رائض في السابق كانت المرأة اللي هي الحاضنة للأطفل إذا تستخرج المستدرات التوبتية بطاعة مدنية جواز جنسية الولاية التعليمية حق المحظون للطفل تلجأ المحكمة وترفع الدعوة ويتم لعلان يحكم واستناف عادي طويل سنة ونسبة معدنة بطاعة مدنية عادي إذا تعنت الأب في مسألة الاحتفاظ لهذه المستدرات ماشي الآن قاضي الأمور الوقتية يستصدر خلال ثلاثة أيام يوقع على هذا الأمر يزدر الأمر بإسم صاحب السمو أمير البلاد ويتم تنفيذها لوجه السرعي في قانون الطفل لاحقا قال لك أن يحق في بنفس المادة الثالثة قالت لك أن يحق للحظمة أن تستخرج كل أو كافة المستناعات الثبوتية لهذا الطفل بمجرد أن تكون عندها حكم حضانة الآن الوضع التنفيذي لحيال الدولة الموظفين ينفذون مسألة قانون الطفل بنتي معها حكم حضانة وأنتي معها أمر على عريضة اختلفوا كل جهات الدولة وزارة الداخلية أصدر القرار بأن كل وحدة معها حكم حضانة لا حد يوقفها مشهولها معانين لقانون الطفل وبعض الوزارات لا يبوق أمر على عريضة وبعض الوزارات في تعارض وبعض الهم يعني في بعض يطبق على بناء على قانون الطفل وفي بعض يطبق على قانون الإسر وفي بعض يطبق لهذا لهذا يقول لك أعطني حكم حكمة خلاص ما رأي شغل بشي من مهمة من يرتب كل هذا المشرع هو للأسف هو أخطأ في هذا الصياغ ولم يتفت أساسا الشاهد الموظور أن قانون الطفل أساسا فيه ديباج من فوق أغلب القوانين مثلا بالنظر إلى الدستور وبالنظر إلى القانون فلاني ما يحط حتى قانون محكمة أسرة مع أنه يرتبط فيه ارتباط لا يقبل التأذية باعتبار أنه الطفل جزء من أساس أسرة فبالتالي أساسا الخطأ كان من مشرع وهو مجزء ومعان ذاك لم يلتفت لهذه الآلية وكذلك السلطة التفميذية اليوم ونحن ترى ما يدرلومها تنفذها وتنفذها وتنفذ القواعد العامة ولا موظف ينفذون يعني جايبين فكم محكمة وأي أن كان الحكم ونحن لكم موظف طيب القانون استاذ بغض النظر عن كل سلبيات هو كقانون هل فعلا جيد وسائه تطبيقه أم أن التطبيق سيء أيضا والقانون لم يرع الكثير من هذه الجوانب خنكون منصفين إذا القانون زين خنقول زين بس إحنا معارفين نشتغل فيه إحنا قبل ما يدش هذا القانون حيز التنفيذ تكلمنا عن إيجابياته وسلبياته للأمانة الإيجابيات كانت أكثر السلبيات كانت تنعد على الأصابع قبل التطبيق قبل التطبيق يوم اللي قرينا القانون وحللنا ودرسنا شبنا بالعكس إيجابياته حلوة وأنا بالنسبة لي السلبيات اللي شبتها تنعد على الأصابع يمكن تنتين أو ثلاث لكن بعد ما انصدمنا من الواقع اللي شبنا قبل المحاكم كانت خمسة حين محاكم الكويت صارت خمسة ومحاكم الأسرة الستة يعني صار عندنا 11 محكمة بالكويت يعني يعني 11 محكمة يقولهم موظفين وقضاء عليك نور 11 محكمة بالكويت المحاكم هذه غير مجهزة غير مؤهلة موظفين ما فيها يعني إحنا أول ما طبعا بدأنا العمل في هذه المحاكم وانعقدة الجلسات فيها كان ما في طوابع أروح أقول الموظفة أقول لها خلصت كل إجراءاتي رسمين لدعوة تقول لي ما عندي طابع من وين يبلش طابع تقول لي روحي المباني اللي حوالين المحكمة المستوصف أو المنطقة التعليمية اللي يبي لنا طابع يبي طابع جميل إن زين ما أنت لما ممجهز المحكمة ليش تبدأ أخذ الجلسات فيها والإجراءات نبي نرفع دعوة أخلص كل الإجراءات أروح قسمة جدول هذه آخر خطوة علشان أقيد لصحيفة الدعوة ما في موظفين ما تشنيت سويت ولا شيء هذا الشغل كل اللي اشتغلنا يعني إحنا جبنا قانون يسهل على الناس منادي ماكو قانون يسهل على الناس صار القانون هو أصبح أثرة لا لا ما شكنا التسهيل زين هذه المباني إذا تكلمنا عن المباني أنا لاحظت أن مباني حاكم الأسرة يا هي مباني منفصلة عن المحاكمة الأساسية أو هي أقسام مستحدثة داخل هذه المباني الرئيسية يعني أنا واحد من الناس جتني صورة لقطة في أحد الظهر المراجعين أو المتقاضين مصور ورقا أيرفور بيضة مكتوب عليها محكمة الأسرة ملزقة على باب ففعلا هذه المباني هذه الأقسام بهذه الصورة بل يمكن أكثر من ذلك يعني يعني يمكن مكرمين ومكرم السادة المشاهدين أنه ما لديش قاعة المحكمة تلقى الله يعزكم الحمام داخل قاعة المحكمة داخل قاعة المحكمة وشعار الله يعزكم الحمام داخل قاعة المحكمة يعني وانتو كرامة لو أحد يبيرو الحمام أثنان عقادة الجنسة أموها يدوشي يطلع وفيه علاق ملاب يستخدم قاعة فالوضع ما هو مجهز أساسا هذه مباني مؤجرة أجرت على سبيل السرعة التداركة لمسألة دخول القانون حيث نفض نحن عشان ما نظلم بعد نحن اليوم نقول لك القانون ترى رائع بس ممكن في بعض المثالة بالبسيطة حال حال أي قانون ونحن نبشر أساسا ما هو قرآن قانون أنت تشتفق من القانون عن قانون كالصياغة رائعة لكن بعض المخالفات التجريعة أمر بسيط وقالد في أي قانون ترى ممكن نحن اليوم صلح ممكن نحن اليوم صلح العيب إذن في العيب في بعض بعض الصياغة في سوء صياغة لبعض المواد وتطبيق القانون الفرشة التنفيذية السلطة التنفيذية عليها اليوم أن ترى هذا الأمر هذا الأمر متعلق للأسرة المادة التاسعة من الدستور أقرت بأن الأسرة هي أساسة المجتمع لازم نحمل أسرة ما يصير نحملها ما يصيرني الأسرة مشكلة أيضا في المباني نعم هي أساس بكل أفكرة بعضهم خاصة في وزارة العدل يتذرعون يقول وزارة المالية حددت سعر متر تعجير مباني بسد نانير يعني أنا وين ألقى مبنى زين ويصلح لهذه البيئة بسعر سد نانير حلو متفقين ليش تأجير مباني خصص قسم خاص لمحاكم الأسرة داخل مبنى المحكمة ليش تضطر أن أنت تروح وتحمل الدولة عب إيجار مباني جديدة لقانون محكمة الأسرة بالعكس إحنا ما اعترضنا لكن خصص قسم خاص أو دور خاص مثل محكمة الجهرة الحي محكمة الجهرة محكمة الأسرة صايرة في المحكمة الجديدة بالدور الـ 12 أو الـ 14 في المحكمة المحكمة الجديدة وقسم التنفيذ موجود في المحكمة نفسها بالعكس يعني بدلاً ما أنا أتعلم من محكمة محكمة مثلاً إذا أنا عندي مثلاً مبنى مجحز مجحز دور كامل يختص في قاعات دعاوي الأسرة والتنفيذ في نفس المبنى بالدور الأرضي يعني صراحة تطبيق أنا دائماً محكمة الجهرة الصراحة من موظفين من آلية تطبيق من خدمات ممتازة من مناديب من إعلانات ممتازة محكمة الأسرة لكن باجي المحاكم محكمة الأحمدي ثلاث مباني اللي هي بصباح السالم الصباح السالم اللي تابع المبارك الكبير والمهبولة تابع للأحمدي والمبنى اللي فيه إجراءات التنفيذ وباقي إجراءات الدوائر فيه صباحية يعني محافظة الأحمدي مو من كبرها عشان أنا نحط لها ثلاث محاكم كبيرة لا 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 بس مو ثلاث محاكم مو ثلاث محاكم زين أنا أعتقد أيضاً أن هناك جانب نفسي كبير هذه المحاكم هي يعني ملاذ للكثير من يعني المتقاضين في هذا الغضايا إذا كانت أسرية أو غيرها أيضاً فيها فيها جانب يعني نفسي كبير بالنسبة للأطفال على الأقل صحيح في أماكن لازم تكون مخصصة لأماكن رؤية الطفل أعتقد اللي هي خاصة بالمنازعات وغيرها ما أدري إذا كان المسمى صح لكن في أماكن مخصصة لرؤية الطفل من جانب الأم أو الأب هذه الأماكن يشتكي منها الكثير من الناس أيضاً يقول أماكن يعني تزيد من عناء حتى نفسية على الطفل وعلى الأبوين حتى أنها لا تساهم بشكل أو بآخر بأنها ممكن تكون سبب في إعادة يعني العلاقة مثل ما كانت هو كلام سليم أستاذنا اليوم ما نستطيع تضليع اليوم في وزارة المالية أنه والله ما أجرت لنا مكان زين إذا شفنا الكلفة عالية على المال عام وإذا شفنا المباني غير مؤهلة لهذه المحكمة أو صرح يتعلق بالسلطة الغضائية إحنا ممكن نأجل نفاذ القانون وإحنا لم نستعيلين وإحنا كنا نماشيين وإحنا كنا نواكفين ما كنا نواكفين أساساً للعسرة ما كانت واكفة ولكن أجل نفاذ القانون اللي حينما تجهز نفسك وتبني محاكم ومن ثم هذا الأمر الأمر الآخر بالنسبة للي تفضلت فيه قانون الطفل وقانون الأسرة أسسوا هذا الأمر يعني المحاكمة تكون فيها غرفة مقصصة لأطفال لرؤية المحضونين مجهزة مجهزة يعني ويكون فيها كل الإمكانيات لوسائل حماية الطفل والشعور الطفل بأنها ترمى محكمة هذا الوضع ولي طبيعي وفكرة فصل دعاوة الأسرة عن المحاكم أنت عارف المحاكم فيها جنيات فيها جنح فيها مجرمين فيها متهمين مكلبتين فالطفل لما يشوف هذه المنازعات ليش عند القاضي يشوفهم متهمين يشوفهم فممكن يعني ممكن أن يترك بعد نفسه في هذا الطفل فبالتالي فكرة أن فصل هذه المنازعات بحفظ كان الأسرة بأن تكون في وضع من أزل وين أزل ليش تعجلنا؟ المفروض نأجل المفروض نأجل مفروض نأجل نحن نأجل بعد الحوار والنقطة هذه بعد فاصل غصير مشاهدين فاصل ونعود حياكم الله مجددا مشاهدين أستاذة تكلمنا عن الجوانب النفسية قبل شوي مع الأستاذ تذكرنا أن بعض الأماكن الخاصة بيعني الطفل ويعني رؤية الطفل من قبل الحاضن لازم تكون مجهزة أنت كمحامية راجعت هذه الأماكن شنو انطبعتنا؟ بصراحة أنا إحنا اللي نعرف أصلا أنه قانون عفوا مركز الرؤية اللي ساير في جنوب السراء هذا المركز الوحيد يمكن أنا ما شفت غيره شفت مركز في محكمة الجهراء وحاليا مبنى التنفيذ في محكمة الجهراء ودائما مسكر وليتات طافية وما أشوف أي استغلال لهذا المبنى بس مخصصين مركز الرؤية فيه وما في أي تنفيذ أو تطبيق لحكم صادر لكن اللي إحنا نعرفه مركز الرؤية اللي في جنوب السراء بالعكس طبعا في موظفات وفي مديرات في هذا المركز قاعد يستعون إلى أن هما يطبقون الأحكام الصادرة في الرؤية يعني على أكمل الوجه أنا بالنسبة لي شخصيا للأمانة ما رحت ولا زرت هذا المبنى لكن كل اللي سمعت عنه أنه مجهز وشفت أصور يعني تخصها مجهز ويعني الأسرة يعني الأم أو الأب لما يروحون يبون يطبقون حكم الرؤية بالعكس يعني كأنه بيت مركز الرؤية صاير كأنه بيت يعني يعني لشان يوفر إحساس الراحة والأمان يعني حق الطفل في ساعة الرؤية طيب أيضا في حديث عن تضارب في تنسيق القضايا يعني ممكن أن زوج يرفع قضية في محكمة أسرة في الأحمدي وترفع زوجة قضية في محكمة الجهراء وهذا يحدد لها أعتقد جلسة وهذا يحدد لها جلسة ويصير فيه تضارب هل هذا صحيح؟ هو المادة الخامسة والسادسة من هذا القانون يعني فسرت هذا هذا ما تفضلت فيه الآن قانون هو الأصل في القانون نتكلم شوي بس من ناحية فنية شوي أن الأصل أن الخصاص المكاني يتعلق في موطن الشخص لا يتعلق بنظام العام شنو نظام العام؟ يعني المحكمة ما تبطل حكم الحكم لا يكون خطأ ممكن محكمة صح الخطأ وتمشي في الأمور في الاستناطة ولكن القانون محكمة الأسرة أقرت بأن اليوم إذا أرفع دعوة لازم أنا أكون أرفعها على موطنك المختص موطنك المختص بمعنى المحكمة المختصة في هذه المحافظة إذا رفعت إذا اليوم مثلا واحد اليوم ساكنها في محافظة الأحمدي وزوجها ساكن في محافظة حوالي راح ترفعت دعوة في المحكمة محافظة العاصمة ويضط الحكم بتطليقها على سبيل المثال يكون هذا الحكم مشوب الخطأ في تطبيق القانون خيل هل هي طالب ومطالب خلنقول ما هو حكم طلاق خلنقول حكمنا فقط لأطفال لما هو روح يستأنفل الحكم بأن صادر المحكمة غير مختصة مكانيا أو محليا تحكم محكمة بأن الحكم هذا كان بخالفة قانونية فتبطل بحكم وهذه أشكالية من يتحمل هذه الصياغة الخاطئة في هذا القانون فهذا الأساس نحن نريد أن نسهل العسر من هذه الجوانب أيضا وصياغات الخاطئة شنو ورد في القانون من مثالب الأمر الآخر نعم الأمر الآخر المادة الخامسة يعني ما هي فلسفة المشر أنا لا أعلم إلى اليوم قاعدت أبحث فيها مذكرة وضحية في هذه وفي هذا القانون لم أجلسها صراحة قالك المادة الخامسة تختص موطن المدعي والمدع له في رفع بعض الدعاوة ومنها النفقات والأجور للأطفال وإلى آخره في معدى ذلك باقي الأمور اللي يختص في مساء الأحوال الشخصية تختص المحكمة التي تكمن في موطن المدعي بس طيب ليش يعني وإن علامة استفام طيب إذا رحت ورفعت اليوم أنا مثلا أنا كمواطن عادي ما عندي أمور مالية أقدر أدفع لمحاملة أو أقدر أدفع لأتعاب فأروح أرفع أنا مع اليوم أنا أجهل لما أروح أرفع دعاوة في موطن لا أعلم ما هو الصحيح فيه ليش يحكم ببطلان الحكومة ليش يكون الحكومة شو بخاطر تطبيق القانون لازم نسهل للأسرة ما يسر نعقد طينا صراحة ما شفتها التعقيد في قوانين أخرى نشوفها في قوانين المسؤولين هذا القانون جاء لتسهيل هذه الإجراءات نعم وتخفيف من التعقيدات التي كانت تشوبها في السابق الآن استاذ إذا تكلمنا عن المثالب في القانون من النظرة القانونية ذكر الأستاذ بعض الجوانب فيه عندك أيضا بعض الجوانب التي ممكن تعتقدين أنها عائق أيضا في أن يكون هذا القانون قانون ناجح طبعا يعني أهم نقطة أهم نقطة ممكن نحن نتكلم فيها أن القانون لغى درجة التقاضي درجة من درجات التقاضي التي هي تمييز على أي أساس تلغى درجة تمييز وباجي الدعاوي يتم البت فيها على ثلاث درجات من التقاضي أول درجة واستعناف والتمييز يعني قانون الأسرة قال لك لا قانون الأسرة يفصل في دعاوي الأسرة على درجتين اللي هي أول درجة واستعناف انزل يمكن أحد المتقاضي ما ارتضى في حكم الاستعناف على أي أساس ينسحب منه هذا الحق أنه يطأن على حكم الاستعناف بالتمييز وخصص طبعا هذا حق منه النيابة النيابة هي المختصة يتمييز الأحكام فقط النيابة تمييز الأحكام اللي مثلا صادر من хكمه الأسرة في أحكام معينة يعني اللي هي تكون مخالفة للشرع مثلا أو مخالفة لنصوص معينة النيابة هي اللي يتمييزها فأين دور المتقاضيين؟ وأين حقوق المتقاضيين؟ يعني هذا يمكن أسوأ محكمة أطعنوا عليها في محامة يطعنوا عليها في عدم دستورية القانون بسبب إلغاء أحد درجات التقاضي الخاصة فيه لذلك نقول أنه غير دستوري أنا لدي تعقيب المادة 13 التي تفضلت فيها الزميلة في مسألة حق التقاضي في مسألة درجة من درجات التقاضي وهي درجة محكمة التنميز اليوم المادة 13 أقرت بأنه يحق لأي شخص رفع دعوة محكمة دعوة ولا حق عليه طعن بالتنميز لأحكام صادرة من حكمة استناف الأسرة ولكن قصرت الحق استثناء من الأصل العام للنائب العام دون غيره في حق الطعن إذا كانت هذه الأمور متعلقة من نظام العام شلو هي متعلقة من نظام العام؟ المادة 138 من القانون الحمارة الشخصية فسرت ما هي الأمور المتعلقة من نظام العام على سبيل الحصر الزواج المحرمات فسخ الزواج دعوة الناس بتخصيحها الأسماء والأمور المذكورة على سبيل الحصر في هذه المادة السؤال الذي نقوله اليوم هذا أمر ما هو إديد قانون النجارات لا يوجد محكمة التنميز قانونها يأتي أسواق المرأة من سبع لسنة 138 لا يوجد محكمة لا يوجد طعن لا يوجد درجة من درجة وهو محكمة ولكن لما أنت اليوم تخليلي حق النائب العام في الطعن في بعض القضايا هذا إخلال بالمادى 29 ومادى 166 أعتقد من الدستور في مسألة المسواة في حق التقاضي وفي سوابق المحكمة الدستورية كذلك فسرت هذا الأمر وهو مرة في 2008 ومرة في 2015 الذي في 2008 ألغت محكمة الدستورية نص المادة 5 من القانون الإجراءات المحكمات الجزائية التي كانت تحجب حق الطعن الأفراد صادر عليهم غرامة 40 دينار وتسمح للدان عام بالطعن في هذا الأمر الأمر الآخر كذلك محكمة الدستورية أبطرت نص المادة 200 مكرر مقرون الإجراءات التي أثرت حق الطعن أمام دائرة التمييز في محكمة الاستناف العليا في مسألة إذا المتهم صادر عليها حكم حبس يطعب التمييز إذا صادر عليها حكم الغرامة ما يطعب التمييز طيب ليش؟ يتمنى محكمة الدستورية وعط لك هذا مركز مختلف الآن أنت أخليت مراكز لو نخليها أساساً استناف وستناف وانتهينا أما تخلي واحد يطعب واحد ما يطعن هذا في شبهة عدم الدستورية وهذا ما تحتلل المحكمة الدستورية قانون محكمة الأسرة نفس الفيلم حق النقب العام دون باقي الأفراد طيب إحنا أساساً نحق وإحنا أساساً خصوم أصليين ليش ما نحق؟ ما نحق ولكن أساسكم واضحين بعد قانون محكمة الأسرة في المدى التأش أجاز الطعام بالتمييز للأفراد في دعوتين في أمرين التفريق بين الزوجين اللي طلاق للضرر اللي ترفع من مرأة على الرجل أو التفريق أو عفواً الطلاق والتفريق بس بهذه الحالة وباعتبار الدعوة باعتبار المفقود ميزن فقط عندش تعليق بالموضوع؟ لا بس في نقطة ثانية هم لازم نتكلم عنها يعني عندنا إحنا قانون الأسرة يعتبر أن الأحكام الصادرة من حكمة الأسرة انتهائية لا يجوز الطعن عليها إذا كانت لمدة أقل من خمس تالاف في طبعاً مادة رقم ثلاثة اللي هي الدعاوة الميراث والوصية والوقف والمهار إذا كانت الدعوة لا تتجاوز الخمس تالاف دينار لا يجوز الطعن عليها يعتبر الحكم هذا انتهائي طيب شنو؟ فقبل في قانون الأحوال الشخصية ما كان هذا الإجراء الدرج او اللي ماشي في Vivian أو قانون الأحوال الشخصية بالعكس بالأسرة في الأحوال الشخصية كانت الدعوة يعني في أي قيمة تكون عليها يتم الطعن عليها بالاستئناف يعني استثنى وطبعاً قانون الأحوال الشخصية مستثنى من باقي القوانين لأن باقي القوانين إذا كانت الدعوة قيمتها أقل من خمس تالاف لا يجوز الطعن عليها لعدم اكتمال النصاب لكن قانون الأسرة الحين شمل هذه الدعاوي مع باقي القوانين يعني الحين عندنا ميراث يعني إذا مثلا صار في خلل في الحكم أو شاب غلط أو بطلان ما أنا لا أقدر أطعن عليه هذا ميراث وصية ووقف ومهر دعاوة جدا حساسة ما أنت تعتبرها انتهائية ملحل برأيك لتفادي هذه المثالة الحل أن هذا القانون لازم يعاد صياخته ويعاد النظر في طريقة يلغى يعني لا ما قلنا يلغى بالأكسة أنا قلت لك قبل ما يطبق لها القانون يوم قرأنا شفنا أن إيجابياته كثيرة لكن لما يطبق شفنا أن التطبيق شيء واللي على الورق شيء ثاني ما هي الإجراءات القانونية لتعديل هذه السلبيات التي تكلمت عنها واجد إجراءات في تدخل التشريع في تدخل التشريع طيب أبي أسأل عن نقطة بس يعني تمني على طاري الغرامات والتي تذكرتهم في ما يعرف بالقانون أيضا بإنشاء صندوق تأمين الأسرة الوارد بالمادة 17 هذا القانون أنا حسب فهمي وعلمي وإنتوا صححوا لي أنه مثلا الزوج إذا كان يعني معسر وما يقدر يدفع نفقة أو عليه ديون أو مش عارفه يتكفل هذا الصندوق بدفع هذه المستحقات ومن ثم يسهل على الناس وعلى الأب أن يدفع بشكل باقصاد هذا الصندوق شغال طعال الصندوق ميزانيته الآن صفر صفر زي نقول دينار ما فيه طبعا هذا للأسف الشديد هو أساسا هذا الصندوق أن يكون أن تكون هذه الأعمال المتحصلة لأن توضع في هذا الصندوق من مزارية مخصصة من مزارة العدل والتبرعات والهبات تبرعات أيضا من ناس هذا أمر ممكن يكون من أعمال خيرية ممكن بالإصراح ذات البين نعم بالإصراح ذات البين وأطفال فبالتالي الآن لم يفعل إلى الآن وهذا نحن لا نحمل وزير هذا الحال وهو الآن الأمانية وشاف هذا الشي فبالتالي هو قاعد يصلح يصلح بالمناسبة المسألة التي تفضلت فيها الأخت الزميلة يعني إلى الآن لم يفعل هذا الصندوق أبدا أنا عندي فاصل مشاهدين ونعود حياكم الله طيب أستاذ نتكلمنا أيضا أن مثالب كثيرة في هذا القانون من وجهة نظركم يمكن هناك من لا يتفق معكم يشوف أن القانون جيد لكن بعض الأمور التي يمكن عرقلت تنفيذها بالشكل الصحيح المباني وغيرها نقص موظفين نقص هيئة قبائية وغيرها وأنا أعتقد أنه هذا أيضا همه الشيء السهل الذي ممكن أنه يتصلح بسهولة وبسرعة لكن أنا عندي ثقة أمانتان بأن وزير العدل وزير الموجود حاليا نشط جدا أنا قاعد أشوف أنه يحمل تركها كبيرة قاعد يصحح فيها كثير أنت في وجهة نظرك من يعني الناس اللي في هذا في هذا الجو ما تعتقد أنه يجب أن يحل الآن في هذا القانون وبشكل سريع هو التدخل التشريعي ما في كلامه لازم التدخل التشريعي بأسرع وقت وإحنا الآن في جمعية المحامين من خلال لدنة حقوق الأسرة قاعد نعمل على صياغة هذه التعديلات حيث أنها تقدم باسم جميع المحامين لأعضاء ملسؤمة حتى تقدم بالفصل التشريعي القادم إن شاء الله يعني عديتوا مذكرة في هذا الجو قاعد بعض التعديلات في هذه القوانين ولكن الآن نحن لا يستطيع نقول بعد نعدل بالتشريعي لازم نكون فيه جديد بالتنفيذ يعني نحن اليوم عدينا فكرة بخصوص جمعية المحامين هناك من يعني يلومكم يقول أنتم قبل ما ينفذ هذا القانون على أرض الواقع هاجمتوا يعني أنتم من البداية كنتوا بجمعية مبيتين النية للقانون هذا شونا ترد عليك أنا اليوم لا أمثل الجمعية لكن أنا أحد متسبيها ولكن في مسألة الرد على هذا الأمر ممكن بعضه هاجم من وجهة نظر فنية من وجهة نظر ممكن تلاقي أنه انظر الله أعلم ولكن كشكل عام نحن لا نستطيع اليوم نبني على القانون اللمنبشر في أعمال التنفيذ مثل ما فضعت حتى الزميلة نحن اليوم قبل أن يدخل القانون حيز النفذ كنا نقول هذا خوش قانون بس لما دخل حيز النفذ الآلية التفيدة هذا القانون هي اللي بيّنت عيوب ولكن أساساً هو عيوبة يعني مش ذاك العيوب حال حال أي قانون ينفذ ولكن لكن صدم بأرض الواقع يعني بالضبط بالضبط أنه كان بس هم الحكومة بأن تنفذ أجر مباني يبموظفين شيء الأمور وخلص هذا كلام أحساساً غير منطقة نحن نتكلم أنت تدولون أنه يجب يعني تدخل تشريعي في الموضوع لحل هذه السلبيات والمثالة في القانون لكن هناك أيضاً طعن بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية في هذا القانون مقدم من أحد المحامين شنو تتوقع سبقوا قلتك أنه فعلاً القانون غير دستوري لأنها لغى درجة من درجات التقاضي اللي هي التمييز فالخصوم منحكم أنهما يطعنون على الأحكام الصادرت لهم على ثلاث درجات فالطعن أنا من وجهة نظري صحيح الفعلاً القانون غير دستوري هذه المادة تحتاج إلى إعادة صياغة وتعديل من ناحية أنه إلغاء درجة التقاضي واللي هي التمييز يعني نحن ناشد وزير أنا من هنا ناشد وزير العدل إنه هو يعني إذا يعني ممكن أن يطلع يعني مثلاً خلنقول يستكشف يتفقد المباني شلون مجهزة طريقة الجلسة لما تنعقد شلون طريقتها يعني يعني أبداً الوضع سيء الوضع جداً سيء يعني نحن ناشد وزير العدل إنه هو يعني لازم نشوف حل حق تأديل هذا القانون خصوصاً نحن المحامين يعني أستاذ أبارد تقول أنا ناشد وزير العدل بأنه ياخذ جولة في هذه المباني ويطلع على جاهزيتها ومدى أمكانية تطبيق هذا القانون فيها ومدى استيعاب الناس والموظفين لهذا المكان شوف على أرض الواقع وهم وضعوا ثقتهم فيك ونحن ندري إنك من الوزراء المجتهدين واللي نتأمل فيك خيراً حقيقة أستاذ أستاذ شنو أيضاً وجهة نظرك في الطعن المقدم أنا الأمانة ما أعلم إذا كان في طعن مقدم ولكن إذا كان في طعن مقدم على شق عدن دستورية نص المادة ترتاش من القانون في مسألة عدم جواز الطعن أمام محكمة التمييز وقصر الطعن فقط للنعم العام في بعض الغضايا التي تتعلق بالنظام العام وحكام الشريعة إسلامية هو حتماً ستقضي بمحكمة دستورية ببطلان نصها المادة مش بطلان قانون الشريعة الإسلامية نعم الأحكام المتعلقة بالنظام العام هي معناها الشريعة الإسلامية المذكرة في المادة 30-30 من قانون الحوال الشخصية مثل ما توقعنا زوج محرمات فسخ الزواج دعاوة النسب وتتحصح الأسماء إلى باقي الأمور اللي هي أوقاف والدعاوة الخاصة في مسألة قانون الحوال الشخصية مذكرة على سبيل الحصر ولكن حتماً محكمة دستورية ستقضي ببطلان أو بإلغاء هذه المادة لأن السبق لمحكمة دستورية حكمت بعدم دستورية دوصوص مواد كثيرة بداة الموضوع بأن ياب مراكز قانونية وما يز بينهم أنت تروح تميز أنت ما تميز حق التقاضي مكفول ومساوات بين الناس موجودة 29 ومستسليم الدستور بالطالي حتماً محكمة دستورية ستقضي بعدم دستورية إذا قدم طعنة أو إذا فعلاً تم تقديم طعنة أو محكمة دستورية طيب أستاذ أبرار أيضاً وهذا واقع يعني يتكلم فيه الكثير يقول أنه ليس حق أن تزعل علم التطبيق هذا القانون خلوا هذا القانون لأن أولاً وأخيراً القانون فاتكم أنتم كمحامين رفعتوا أتعابكم في قضايا الأحوال الشخصية والأسرية لأن قاعدت تقولون حق الناس بشكل أو بآخر ترى المحكمة صارت في مكان ثاني وإحنا نروح وصير المشوار والبانزين والبانزين وغيرها تقولون حق الناس كل شي وهذا اللي خلاكم ترفعون أسعاركم لا مو صحيح أنا بالنسبة لي أنا صاحبة أكتب أتعابي مثل ما هي ما يعني ما زيت عليها مثل هو يعني قانون قضايا الأحوال الشخصية أو الأسرة مثل ما هي أتعابها يعني أحنا المرأة الحين أو الريال يعني خنكون واقعيين الريال دائماً خسران في قضايا الأحوال الشخصية يعني احنا نحاول في الأحوال الشخصية أنا والله أنا أكون صريحة معك في قانون الأحوال الشخصية احنا نحاول نطلع الريال في أقل الخسائر المرأة هي الحاضنة هي التي تسلم المهم إن قانون الأحوال الشخصية DIRECTOR لصالح المرأة على فكرة على النصرة يترجط لصالح المرأة لكن نحن لم نرفع الأتعاب لكن اليوم عندما نرى قانون في ستة حاكم محتاجة في مكتبي أن أنا أوضب ستة محامين وستة مناديب يصبح هناك إرهاق فعلا هم يقولون أن القانون طبعا إرهاق لأننا نحن في الميدان لأنه على الكوادر المحامين ما شاء الله واجئ محامين واجئت فعلا ما اختلفنا لكن كل مكتب وإمكانياته أنا أكون صريحة معك ثاني شيء عندما يقولوني القانون سليم والقانون صحيح من هو الذي يمارس تطبيق القانون من هو الذي يواجه الصعب أنا خواتي يعملون في قطاعات حكومية والله العظيم أني أقول حق إختي عندما يتش بندوب ولا مراجع مشي خلصي شغلة سهلي أمور الناس كثير ما تقدرين لأننا نشوفه في المحاكم كلها تعطيل يعني تطلع أنت تطلع علشان تخلص إجراءات معينة ترد ما سويت ولا شيء وتع الباجر تع الباجر يعني أمور فنية إدارية خدمات من كل النواحي ما توافق الرأي أنه فعلا بعض المحامين من هذا القانون خاصة في قضايا الحوال الشخصية رفعوا أتعابهم أو أنت أيضا بعد تشوف أن الرجل مضروم نفس ما قلت هو بالنسبة لمسألات الأتعاب هو كل محام يحدد أتعاب أفك ما هو يشوف يعني فأنا ما أدخل في هذه المسألة في مسألة أن رجل مضر رفع أمانة الناس قاعد تشتكي تقول أنه قانون من تطبط القضايا اللي في قانون الأسرة وما يتعلق فيها صارت أتعابها أكثر والله ما أعلم الأمانة فبالتالي كم عندك غضاء يحوال الشخصية أعندي بس أنا ماشي عادي فبالتالي بعينه أساسا أنه حق المحامي في أنت غضاء أي مبلغ مالي مقابل أي أمل يقوم في محكمه وهي أتعابه فهذا أمر طبيعي لكن في مسألة ما يتعلق في أن الرجل هو مظلوم قضايا الأسرة ما علاقة نأتي للقانون من الحوال الشخصية قانون الأسرة قانون الإجرائي بحث على الصعيد أو أتراز بالفريد هو قانون إجرائي من الدرجة الأولى ما علاقة بالأمور الموضوعية الرجل ومرأة ونفقات كل هذه الأمور تتعلق في مسألة قانون الحوال الشخصية نعم قانون الحوال الشخصية لما صيغ في سنة اقتماينات صيغ من قبل الناس أخذوا في مساء الشاذة من كل الأحكام وآراء الفقهاء ووضوها في القانون وأصبح راجله الضحية بالأسف شديد طبعا طيب أستاذة أخيرا رؤيتك للموضوع بشكل منصف وأخير تجدين الحل بأن يلغى هذا القانون أو أنه فعلا في الكثير من الإجابيات يجب التوقف عندها لكن هناك بعض السلبيات اللي يجب إصلاحها بشكل أو بآخر بالنسبة لي أنا حل من الأثنين يا أنه يتم إعادة صيغة هذا القانون أو النظر والبد في طريقة تطبيق هذا القانون في تجهيز المحاكم في تعيين موظفين الديوان عندنا الأرقام شوف لي وين واصلة وظفوا الموظفين المواطنين خلي يتعينون خلي يعني يشغلون الوظائف اللي فيها نقص شغرة في المحاكم أو أنه إحنا نلغي ورد على قانون الحوال الشخصية قانون الحوال الشخصية ويد كنا مرتاحين في تطبيقه أو نحط مباني جديدة للأسرة نفس هذا المباني والصروح الجديدة المشرف الحقيقة تتخصص قسم أنا أعتقد أن أكثر القضايا الموجودة في المجتمع هي أولا وآخرا تعود للأسرة فلن نصلح هذا الأسرة ونعتني في هذا الأسرة بشكل أو بآخر يمكن حتى نخفف على باجي المحاكم أستاذ كلمة أخيرة نحن نحتاج إلى خمس محاكم نحتاج إلى مجمع محاكم الأسرة واحد نحتاج إلى خمس نيابات الأسرة نحتاج إلى نيابة واحدة الأسرة كما هو أساسا معمول فيه في السابق الوضع المحتاج الآن إلى ثلاث أمور التدخل التشريعي والذي نحن في جمعية المحام ونحن لدى الأسرة سنقاتل من أجل هذا التعديل التشريعي السلطة التنفيذية عليها مراعاة الله في هذه الأسرة وفي مسألة اختار الموظفين لن يغير الله ما بيقوم حتى يغير الموظفين يستوجب عليهم هذا الأمر إذمت الناس نصف عيونهم وليس التهون في هذا الأمر إجراءات الأخيرة كانت صارمة ووجه كلمة بأنها خاصة بما يتعلق بإعلانات ولم يستدل عليه وغيرها ستنتفي نتمنى أن يكون فعل وليس كلام أنا أقول لك موقف صار وياي عندي موكلة رفعت لها دعوة في محكمة المهبولة خصمها عنوانة بالجهرة محكمة الجهرة شنو قالوا لي اخذي الصحيفة الأصلية ووقعي لنا على تعهد الله يخليك أن أنت استلمت الصحيفة الأصلية روحي الجهرة أو دعيها أعلني روحي بيها من الجهرة وردينا ياها محكمة المهبولة لأننا لا لدينا منادي هل هذا تعطيل؟ أنا حين عرفت ليش قلت أن البانزين زاد أساكم أدقوة ومشكورين لخضوركم ومناقشة هذا الموضوع مشاهدينا انتهت حلقة لقاء الرأي نشوفكم على خير نعمال الله